أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعل الصعب سهلا إن شاء الله في هذا اللقاء سوف نتكلم على حل تمرين على المفاهيم الهندسية والعلاقات بين الزوايا في شكل المقابل النقط ألف وبقى وجيم ودال تقع على السقامة واحدة وألف دال تقاطع الخط المستقيم ألف دال تقاطع شعبها بيساوي النقطة بق أكمل طبعا هدف من التمرين ده إحنا نتعلم الكراءة صحيحة الكراءة الصحيح فأرجو إنك إنت تفتح الكتاب وتحاول تكرأ السؤال قبل ما قرأه وتشوف الأخطاء اللي أنت بتقع فيها أثناء القراءة تتعلمها عشان حل التمرين دي بيتوقف على قراءة السؤال أتمل ما يأتي باستخدام أحد الرموز ينتمي أو لا ينتمي أو جزئية أو ليست جزئية ألف نقط دال جيم ألف ودال جيم خط شعع الشعع دال جيم يبدأ منين من دال يستمر يعد بجيم ويمشي على طول يبقى ألف إيه نظام ألف بالنسبة لي الشعع دال جيم تقع على دال جيم يبقى نقول ألف تنتمي إلى دال جيم لأن ألف ده عنصر منقول تنتمي طيب دال بالنسبة لي القطعة ألف جيم أشعف ألف جيم هي ودال هنا ألف أولها القطعة ألف جيم أولها ألف وأخيرها جيم طيب دال خارج القطعة يبقى نقول دال لا تنتمي لأنها في قطعة بداية هنا ونهاية هنا آه دال البعيدة طيب جيم بالنسبة للخطة ألف جيم أدى ألف بقى خط المسقيم ماش كده أو كده على طول إيمال نهاية في كل تلجاهتين وجيم تقع عليه بقى جيم تنتمي إلى آلف والزاوية ها بقى جيم ها بقى جيم شايف الزاوية ها بقى جيم اهيه الشوعة ده اتحاد الشوعة ده ألف برة بعيد ها يبقى ألف تنتمي ولا تنتمي جيم دال قطعة المستقيمة جيم دال جيم دال هاي القطعة دي بس والقطعة ألف بقى ايه نظامهم مع بعض يبقى جيم تاني دال جيم دال جيم القطعة دي والقطعة اللي معها ألف بقى دي ايه علاقتهم ببعض طبعا إذا زادت العناصر عن عنصر فبنسميها مجموعة فإذا دال جيم القطعة دي مجموعة ويألف بقى مجموعي يبقى نحط أحد رمزين جزئية أو ليست جزئية دال جيم ليست جزئية من ألف بقى لأن دي قطعة ودي قطعة يختلفون عن بعض يبقى نقول ليست جزئية طب بقى جيم قطعة بقى جيم وشع بقى ألف هادي بقى جيم قطعة بقى جيم دي بس وشع بقى ألف ديت جزئية من دي لأن دي مجموعة بدا مجموعتين يبقى حط على من جزئية وليس جزئي. يبقى دي ليست جزئية لانها ليست جزئية من. طب بقى الف. وده الجيم. هادي بقى الف. شعع. وده الجيم خط مستقيم. يبقى الشعع ده جزئي جزئية. مجموعة شعع ده جزئية من الخط مستقيم نفسه. الف جيم. الف جيم ده قطعة مستقيمة من هنا لهنا. والف دال. الف دال من هنا لهنا. يبقى تلاحظنا الف جيمة هي جزئية من الف دال. يبقى دي كمان جزئي. طبعا ها نعرفنا انواع الزوايا. اللي هي الصفرية. قصة صفر. والحدة اكبر من صفر اقل من تسعين. والقائمة تسعين. والمستقيمة المنفرجة اكبر من التسعين. واصغر من مئة وتمانين. والمستقيمة بتاو مئة وتمانين. والمنعكس اكبر من مئة وتمانين واقل تلتمية ستين. والمتجمع حول نقطة بتلتمية وستين. بيقول اذكر انواع الزوايا. سبع وخمسين دي طبعا ايه? حد. مئة وسبعتاشر اقل من مئة وتمانين واكبر من تسعين. يبقى ايه? مون فارجة. تسعين قائمة. متين مئة وتمانين. متين اه ديت اه اكبر من مئة وتمانين واقل من اكبر مئة وتمانين واقل تلتمية بقى مون عكسة. مئة وتمانين مستقيمة. دي حد اقل من تسعين اكبر من الصفر. دي مئة وتسع وسبعين. واتنين وستين. هل بيقولك اتنين وستين دقيقة. الاتنين وستين دقيقة 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 وسانيتين. يعني دقيقة هتجي هنا تبقى مئة وتمانين دقيقة درجة. ودقيقتين. يبقى دية زاوية ايه? منفارجة. اكبر من دي. تسعين واتنين وخمسين درجة اكبر من تسعين يبقى دية ايه? هم? منفارجة. دي اكبر مئة وتمانين دي منعكسة. دي منعكسة. اكبر مئة وتمانين. اما دي منفارجة. اكتب قياسة الزاوية التي تتمم. يعني تخليها تسعين. كل من الزاوية التي قياستها كالتلاتين اللي هتتممها ستين. تلاتة وخمسين وربع. حط تلاتة اربع. يبقى اصبحت اربعة وخمسين. شيل اربعة وخمسين من تسعين. يبقى ستة وتلاتين. تسعين صفر. ستين تلاتين. تمانية واربعين. تلاتين واربعين. خمسة وعشرين ونص. هذا النص هو. تلاتين عن نص. يبقى ستة وعشرين. يتممها اربعة واربعة وستين. نين وعشرين ونص. يبقى وكتب قياس الزاوية التي تكمل يعني تخليها مية وتمانين. هيبقى مية وإيه? وستين. عشرين تكملها مية وستين. تسعين تسعين. اتنين وخمسين. يبقى تمانية وعشرين. صفر مية وتمانين. اتنين وتسعين ونص. اه نشيل من تسعين اتنين ونص. يبقى السابعة. وتمانين ونص. من تسعين وتسعين مية وتمانين. مية وتمانين صفر. عشرة مية وسبعين. مية واربين واربعة وعشرين. اربعة وعشرين. يتحط كم تبقى ستين? هتحط. السؤال اللي بعد كده بيقول لها اكمل. السؤال بيقول لها اكمل. الجدول اللي قاتي. قياس زاوية اللي بقى جيم خمسين. قياس الف بق جيم المنعكسة. يعني عايزين نجمع دي. والقيمة اللي حنحطها هنا يديني تلتمية وستين. يبقى دي تلتمية وعشرة. طيب دي تلتمية متين تلتمية وتلاتين تبقى دي تلتمية وتلاتين هتبقى دي تلاتين. دي مية وخمسة هتبقى هنا كام? خمسة. وخمسين. متين خمسة وخمسين. متين نطرح من تلتمية وستين سبعة من عشرة تلاتة. تلاتة من خمسة اتنين. اتنين من خمسة اتنين. تطرح دي من تلتمية وستين. ها. تكملوها بعدين. اكمل ما يأتي. الزاوية هي اتحاد شعاعين. لهما نقطة بداية واحدة. قياس الزاوية المستقيمة مية وتمانين. وقياس الزاوية الصفرية صفر. قياس الزاوية القائمة تسعين. قياس الزاوية الحدة هي الزاوية الحدة هي الزاوية التي قياسها اصغر من مية من تسعين. واكبر من الصفر. الزاويتان متتمة. هما زاويتان مجموع قياسيهما تسعين. متكاملتان مجموع قياسيهما مية وتمانين. الزاويتان متجاورتان حدت الحديثتان من تقطع مستقيم وشعاع. نقطة بدايتهما على هذا المستقيم. تبقى زاوية مستقيم. تاني. زاويتان متجاورتان. حديثتان من تقطع مستقيم وشعاع. مستقيم. شعاع. زاوتين دون متجاورتين. حادثتان من شعاع خط مستقيم وشعاع. يبقى مجموعهما. او آآ بداية على هذا المستقيم. زاوتين نقطة بداية على هذا المستقيم اسمهم مستقيمة اي متكاملتان اسمهم زوتين متكاملتان يعني ارقيا زوتين متكاملتان لتاني بالعاهمة ام متطرفاني متعامدان تكونان متتمتان تتام تتامتان الزوتين متجاورتان لتاني بالعاهمة الزويتين الزويتين المتجاورتان لتاني بالعاهمة المتطرفين على اسقامة واحدة تكونان متكاملتان اذا كانت الزويتين متجاورتان متكاملتان فين الزلعين والطرفين يكونانا على اسقامة واحدة واحدة او يكونان خط مستقيم اذا كان المجموع قياسي الزويتين متجاورتان لا يساوي مئة وتمانين كان الزلعان المتطرفين اللهاتين الزويتين ليست على استقامة واحدة قياس الزاوية التي تكاف قائمتين بتساوي قياس الزاوية التي تكاف قائمتين بتساوي 180 درجة وتسمى الزاوية مستقيمة الزاوية التي قياسها 50 تتمم زاوية قياسها 40 وتكمل زاوية قياسها 130 الزاوية التي قياسها تتمم زاوية 30 إبا 60 وتكمل زاوية قياسها 120 الزاوية التي قياسها تتمم زاوية قياسها تتمم زاوية وتكمل 150 إبا 30 30 تكمل 150 تتمم 60 الزاوية الحادة تتممها زاوية منفارج حادة تتممها زاوية حادة وتكمل زاوية منفارجة الزاوية الصفرة تتممها زاوية 90 وتكمل زاوية 180 الزاوية القائمة تتمم زاوية 0 وتكمل زاوية قائمة بالهي صفرية ارسم الزاوية التي قياسها كالتالي مبينة نعقل منها سنرسم 1 ونعرفكم كيف يتم الرسم ثم تكملون الرسم شواجب علشان نرسم زاوية زاوية اي زاوية بنبدأ نرسم الشعاع الابتدائي بتاعها ونجيب المنقلة بتاعتنا ونكمل الرسم كالاتي زي ما احنا شايفين بسم الله الرحمن اي نعود بجيب المصطرة الاول وارسم اي شعاع ابتدائي وهو عاوز يرسم زاوية ولتكن مية وخمسة عشر بتجيب المنقلة بتاعتك هاي في هنا في المنقلة اهي خط هو الخط ده بيتقاطع مع خط رأسي هنا كده بيكونوا النقطة دي النقطة دي بنحطها على اول الشعاع اللي انا حرسم زاويته اللي هو ده دي الشعاع الابتدائي هذا هو الشعاع الابتدائي دي اوله اه بقوا محاطة النقطة دي على النقطة دي وحط الخط ده على الخط ده بالشكل كده اهو وايس مية وخمسة عشر درجة اهو هنقيس مثلا زاوية صغيرة الاول تمانين درجة طيب نرسل في الجهة التانية دي عشان اوسع اهو بالشكل ده يبقى اذا انا عندي شعاع بالاتجاه ده وده نقطة البداية بتاعتنا اهي اه نقطة دي بتقاطع عند نقطة البداية وبقيس مية وخمسة عشر درجة ديت كده مية وعشرة اهي مية وخمسة عشر ادي ايه الزاوية مضبوطة ايك بنشوف مية وخمسة عشر فين مية وعشرة مية وخمسة عشر ايه النقطة دي بالضبط ايك كده حطيت نقطة اجيب المصطرة بتاعتي بقى ووصل المقطة دي بالنقطة اللي انا حطيت عندها النقطة بتاع المان قال كده بالشكل ده كده بتصبح الزاوية ديت مية وخمسة عشر درجة بزاوية نوع ايه منفرجة زاوية منفرجة وهكذا بقيت الزاوية دي بترسمها بنفس الطريقة اكتب على كل زاوية من الزاوية التالية اقرأ القياس لها من بين القياسات التالية تمانين مية وعشرة مية وعشرين طبعا ديت تمانين لانها حد مية وعشرين بتبقى ازيد من قائمة هي دي دهية اللي ازيد من قائمة مية وعشرين مية وعشرين دي منعكسة اللي دي مية وعشرين في الشكل المقابل الشكل ده قيادة زود جيم ووهق جيم ووهق ب90 أكمل وعندك وو دال عمود على ألف وو هو بأولى وو دال عمود على ألف يعني دي 90 ودي 90 وو ألف اتحاد وو جيم وو ألف اتحاد وو جيم بساوي زاوية ألف وو جيم تحدي كمان وو جيم اتحاد وو بأ وو جيم اتحاد وو بأ بيدي زاوية جيم وو بأ زاوية ألف وو جيم تكمل زاوية ألف وو جيم تكمل جيم وو با جيم وو با تحلى 180 زاوية وو دال وو دال وو ها تتمم كل من الزاويتين دال وو ها حتتمم مين جيم وو ها جيم وو ها و ها شايفي دال وو ها بتتمم الزاوية مين زاوية جيم وو دال جيم وو دال دال وو ها بتتمم دال وو جيم وكمان تتمم زاوية مين دال وو ها حتتمم برضو ها لان دي تسعين دي كده تسعين بحتمم ها وو با ألف وو با زاوية ألف وو با زاوية مستقيم دال وو با زاوية دال وو با زاوية قائمة دال وو ها دال وو ها حتساوي دال وو ها دي تسعين بتتمم دي حتساوي قائمة زاوية زاوية دال وو ها زاوية دال وو ها بتتمم مين دي وبتمم مين دي يبقى دال وو ها بتساوي ألف وو جيم لان كل من دول بتتمم زاوية جيم وو دال جيم وو دال في الشكل المقابل ده الشكل ده خمسين أربعين دي تسعين أزواج الزاوية المتتمة هي مين ألف من ها و ها من باء جيم بألف من ها ألف من ها وزاوية ها من جيم وكمان جيم من دال جيم من دال و دال من جيم دال من باء دي بتتمم دي و دي بتتمم دي أزواج الزاوية المتتمة أزواج الزاوية المتكاملة ممكن ألف من ها و ها من باء و دال من باء و دال من ألف أزواج الزاوية المتساوي في القياس زاوية ألف دي خمسين دي أربعين دي خمسين يبقى دي بتزاو دي و دي بتزاو دي نظراً إن التمرين طويل هنكتفي في الصفحة دي مثلاً بتمرين نين تمرين في 11 وتمرين في 12 11 يتقول عندك الزاوة دي 65 تبقى دي بكام 25 طيب الزاوة دي بكام كمان ديت 45 و 25 يبقى 70 تبقى دي 20 ألف يبقى دال 20 هنا الزاوة دي بكام ألف جيم دال 66 تبقى إيه 94 عندي و دي مية وتمانين مية وتمانين تبقى مية 66 مية أربعة و أربعة عشر مية و أربعة عشر أربعة و ستة و ستين أربعة و ستة عشر عشر و واحد و واحد اتنين و ستة تمانين مية وتمانين دي تسعين دي 35 تبقى دي عزين تسعين و 35 تبقى الزاوة دي بقيت المية وتمانين المية وتمانين تبشيل تسعين يبقى المفروض دي و دي تسعين 35 و كم يبقى تسعين اللي هي خمسة و خمسين دي خمسة و خمسين نفس الكلام فيه التمرين دي دي أربعين تلاتين تلاتة سين تلات سين بتساوي كم بتساوي مية و أربعين دي أنا أربعين و مية و أربعين و مية وتمانين تبقى السين الواحدة بكم نقصة مع التلاتة أربعة عشر على التلاتة في الأربعة ثلاتة في أربعة ب اتناشر بعشرين على التلاتة في التلاتة في ستة ب تمانتاشر و ثلاتة و آآ تمنتاشر و اتنين على تلاتة في كل من الأشكال العتية آآ هل اذكر هل جيم ألف و جيم باء على سقمة واحدة ام لا! جم الف وجم باق مية وربع عشر ستة وستين اه نعم لان دي مية وتمانين. اتنين وستة تمانية دي لا. لان دي قوي دي مش مية وتمانين. تمانية وخمسة وخمسة عشر وتمانية تمنتاشر دي لأة لان مش هتدي مية وتمانين مجموع مش هتدي صفر في دا. هدي خمسة وتسعة تمنطاش 건강ية خمسة وتسعة اربعة عشر وتمانية اربعة وتمانية مش هيبقى ليست ان دون مش مئة وتمانية وهكذا بنجمع ونشوف اسكانها على الصمع طيب نختاري الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المقطعة الزاوية المنفرجة تكمل زاوية تكمل زاوية حد بين اي نقطتين مختلفتين يمكن رسم عدد بين اي نقطتين لان عدد مستقيم يمر بهما بين اي نقطتين مختلفتين يمكن رسم عدد واحد بس مستقيم يمر به واحد اذا كان قياس الف اذا كان قياس بقى 180 فان زاوية الف وباء متساوتان في القياس متتمتان تجارتين متكاملتان اذا كان بقى الف امود على بقى جيم فان قياس زاوية الف بقى جيم متساوتان ان شاء الله نكمل في الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته